الحياء مش ان حضرتك تستحي من الناس بس انك تستحي من الله ما انت ممكن حضرتك تعمل صفحة فيك على الفيسبوك مثلا وتشتمي الناس وتشتمي العلماء وتشتمي الرموز في البلد تعقول اللي انت عاوز تقوله علشان الصفحة بتاعتك صفحة وهم صفحة كذب طب ده كلام سليم انت قدرت تعمل دوت على السوشيال ميديا لكن هل حتقدر تتهرب او تتخفى من الله ولذلك ربنا بيقول ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلة يعني انت ممكن ان انت يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم اذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطة يعني ها انتم هؤلاء جادلتم الاخر الاية فانا عاوز اقول لحضرتك انه يحدث عند كثيرين من الناس انه طالما الناس ما هياش شايفاه فهو الحقيقة يتصور انه عنده القدرة انه يشتم زي ما هو عاوز ويتلفظ زي ما هو عاوز وياخد في الاعراض زي ما هو عاوز ما هو مش عارف انه ربنا مراقب ومطلع عليه وده اللي انا قلته قبل كده قلت ان بعض الناس بيخاف من الكاميرا اكتر ما بيخاف من ربنا بيخاف من الكاميرا اللي بترأوه اكتر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى فتصور بقى انا بقول لكل انسان شايفني دلوقتي هو السؤال اللي باسأله لك هل انت بتخاف من الكاميرا اللي بتاعت المرأبة اللي موجودة في الشوارع وامام المحلات وموجودة في المولات وموجودة في السوبر ماركت وموجودة في الامام المباني هل انت خايف من الكاميرا دي وماشي مظبوط عشان انت متصور دلوقتي متصور دلوقتي في مكان عملك في كاميرا شايفاك هل انت بتخاف من الكاميرا دي اكتر من ربنا ولا بتخاف من ربنا اكتر من الكاميرا هو ده السؤال يعني لو انت مظبوط علشان الكاميرا وبعد ما تتطمن أنك في حتة ما فيهاش تصوير تفعل ما تشاء أنت بتخاف من الكاميرا أكتر من ربنا وده في حد ذاته يقضح في العقيدة يقضح في العقيدة يقول لك يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله في أول سورة البقرة بيقول لك إيه وإذا لقوا الذين أمانوا قالوا أمانا وإذا خالوا بص المعنى وإذا خالوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هنا سؤال لكل واحد فينا يسأل نفسه من أجل عندك في نفسك الكاميرا ولا ربنا سبحانه وتعالى جل وعلا يعني ده سؤال مهم جدا لذلك أنا عاوز أقول ما فيش حياء توقع أي شيء